سيادة المشاهدين عايزة أقول لكم أنه النهاردة كان فيه الحقيقة رسائل عديدة وكثيرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خصوصا في ملف التعليم وده أهم حاجة على فكرة وده كان ملف مهمل مهمل وإحنا عندنا كان مشكلة كبيرة جدا في التعليم وكان عندنا مشكلة كبيرة جدا في الصحة وحاجات كتيرة قوي سيادة الرئيس يعني فتحها وهي مليانة معلش أنا أصفح يعني مشاكل وأزمات ومفتاحة كده فكان صعب أن الناس تقرب منها وأنا بعد اللي سمعته النهاردة الحقيقة سعيدة والناس أنا حاسة أن هم بيتطمنوا لما بيشوفوا ده على مستقبل ولادهم مستقبل التعليم في مصر وبتمنى الحقيقة أن رؤساء الجامعات يعيدوا النظر في التخصصات النظرية وضروري أن هم يبقى فيه ربط التعليم العالي بسوق العمل ليه؟ عشان نقضي على البطالة ونوفر لكل خريج وظيفة عايزة كمان أوجه الحقيقة شكر خاص مرة تلتة ومليون مرة وتعظيم سلام وشكر خاص للي نظموا الحفل التكريم بتاع أوائل الجامعات النهاردة لأنه كان الحقيقة تنظيم على أعلى مستوى وشفنا ده في فرحة ولادنا اللي تم تكريمهم وأنا شفت ده في الشارع وشفت ده الناس اللي بتتفرج واللي حضروا هذا الحفل الرائع